بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نشرت في الأيام الماضية أربع حلقات حول المال العام الذي يعتبره بعض الفقهاء أو كثير منهم أنه مال مجهول المالك بصورة مبدئية بصورة أولية يعتبرون كل مال الدول هذه مال مجهولة المالك وهناك تفاصيل في هذه المسألة أردتها بجقة حسب فتاوى العلماء الموجودين المعاصرين حاليا ولا سيما الموجودين في النجف يعني لم أسمع فتوى مشابهة من علماء قوم لأنهم يحترمون الدولة الإيرانية ولكن العلماء النجف من السيد الخوئي إلى الشيخ إسحق الفيار إلى السيد السستاني إلى السيد محمد سعيد الحكيم وفتاوهم موجودة في مواقعهم وكانوا متفاوتين فيها بعضهم كان مثلا يقول أساسا الأموال هي مجهولة المالك ويجوز الاستلاع عليها لأي أحد والبعض كان يقول يحطي خمس يحلل هذا المال الياخذة أو حتى ما يحتاج يحلل هذا الشيء إذا كان مار على أيدي المسلمين فيعتبر مجهول المالك لازم يحللها بالخمس وإذا لا مثل النفط مثلا ويصدر نفط ويطلع قبل يروح مو مشكلة حتى ما يحتاج يجيب الخمس إلا رأس السنة يحسب ويجيب الخمس إلا فتاوى كانت يعني عجيبة غريبة وحللنا الموضوع لم ننتقد فقط هذه الفتاوى إنما قلنا هي مركبة على عدة فرضيات وهمية أسطورية أولا نظرية الإمامة لأهل البيت أن الله جعل الأرض كلها للأمة وفي روايات منسوبة للإمام الباكر والصالح ثم الفرضية الثانية الأسطورية هي وجود الإمام الثاني عشر والفرضية الثالثة أن هم نواب هذا الإمام نواب عمون مو خاصون ما معينهم بالاسم وإنما أي واحد فقيه يصير هو يصد نائب خوش شغلة هاي حقيقة وأيضا هناك فرضية رابعة أنهم فقهاء يقولون الفقهاء هم نواب الإمام من قال أنتم فقهاء وأنتم لم تجتهدوا بأصول المذهب لم تجتهدوا بعقيدتكم لم تبحثوا لم تقرأوا حتى كتب يمكن بعضهم قال لا أنا قاري عندما سألت السيد الشرازي رحمة الله عليه قلت له أنت بحثت في وضوع المهدي قال لا لم أبحث قلت له هل قرأت كتابا حول الموضوع قال نعم قرأت بعض الكتب وبعضهم أنا متأكد حتى قراء مقارين وروحوا أسألوهم أشوفوا أتأكدوا من كلامي المهم صار أدنى شيء اسمه المرجعية الدينية وهذه المرجعية الدينية وهذه الثقافة المتمحورة في المرجعية الدينية وهم يعتبرون المرجعية امتداد للإمامة وامتداد للنبوة وامتداد لله تعالى يعني هم صعروا حكام الله في الأرض فهذه الثقافة سلبية يعني هي كانت طوبهوية أولا مثالية أن الحاكم الحكام بالأرض يعني الرئساء والأمراء والملوك والسلاطين أيوة أي شيء يسموهم هذا إلا يجب أن يعينهم الله مثل ما معين الأنبياء بالتاريخ فيجب أن يعين الحكام إلى يوم القيامة هذه فكرة جدا ليس معقولة يقولون لا هذه معقولة طيب طيب وين هم دولة الأنبياء يقولون دولة الأنبياء 12 طيب أينهم 12 خلصوا قبل 1200 سنة قالوا في واحد موجود مولود وليزال حي ومن قلكم حي بل كمات مما عدا مألم كلها بالظن يمشون كلها ظنونوا بأوهام وافتراضات يعني الدين الدين الذي يقدموا للناس دولة اللي يسمون نفس المرعاجة أو حوزات يقدمون هذا الدين بكل بها الصورة هذه الصورة الخرافية والأسطورية والمشكلة هنا أنه يعني يسألني بعض الأخوة أنه طيب هؤلاء مراجح ونقلدهم وشن سوى بعد والسيد الشيخ مضفر في عقائد الشيعة يقول عقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب عام عن الإمام في حل غيبته وهو الحاكم والرئيس المطلق لهما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس والراد عليه راد على الإمام والراد على الإمام راد على الله وهو على حد الشرك بالله هذا في كتاب عقائد الإمامية 12 للزنجاني 124 وعقائد الشيعة المضفر صبح 9 وهذا كله بناء على حديث يرويل كليني عن الإمام الصادق أنه جاء عن علي ما جاء عن علي أخذ به وما نهى عنه أنتهي عنه المتعقب عليه في أي شيء من أحكامه كالمتعقب على الله وعلى رسوله والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله هذا الكليني يرويل حديث هذا المشكلة أنه هذول العلماء الذين يفتون بالفتاوها الله سبحانه وتعالى جاء بالإسلام لكي يحررنا من سيطرة الكنيسة من سيطرة الكنيسة عند اليهود وعند النصارى ويقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله في سورة التوبة 31 وقال عن أهل النار ربنا أننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة ويقول تالله إن كنا لفيه ضلالة مبيت اذن نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون يقولون التقليد مبرؤ لذمة وإنت دبها بركبة عالم واطلع منها سالم بالعكس ماكوهش شي بالإسلام أنت أيها المقلد حرام عليك التقليد التقليد أساسا بدعة محرمة حرمها علماء الشيعة الأوائل الذين فتحوا باب الاجتهاد بعد أن كانوا يقولون التقليد حرام ثم بهذه الفتاوى ألف سنة كانوا يقولون نروح ناموا وانتظروا الإمام المهدي هذه فتوى دمرت الشيعة خلال ألف سنة وأيضا الآن لما صاروا يقولون بولاية الفقيه يقولون أننا إحنا الحكام الشرعيون إحنا نواب الإمام إحنا ولاة أمر المسلمين وهذه أيضا فتبضعة جديدة خطيرة جدا ويفتون بالنص أنه أموال الدولة حلال وأموال العامة يعني وروحوا إنهبوا واسرقوا وسووا شيء بس جيبونا خمسة وطنيانة فلابد أن نتوقف عند هذه المسألة ونعيد النظر في نظرية الإمامة ووجود المهدي والمرجعية الدينية أو بين قوسين اللا دينية لأنها لا تقوم على الدين لا تقوم على القرآن لا تقوم على العقل والمنطق وكلها قام على خرافات وأساطير وفرضيات وهمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته